الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم أهلا وسهلا بكم مع حديث جديد وراوي حديث من الصحابة الكرام راوي حديث اليوم صحابي ابن صحابي وابن صحابية أخت أم المؤمنين وأخوه صحابي كان من قبيلة بني أمية من كريش وكان كاتب للوحي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان حليما ويعد داهية من دواه العرب إنه الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أرضاه أما أبوه فهو أبو سفيان ابن حرب كان تاجرا واسع الثراء وكان زعيما من زعماء مكة أسلم عند فتح مكة رضي الله عنه أرضاه وأما أمه فهي هند بنت عدبة وكانت ذات عقل ورأي في الجاهلية وعند الإسلام رضي الله عنها وأرضاه وفي يوم من الأيام مر بعض متفرس العرب على هند بنت عدبة وعندما رأى معاوية قال إنني أتوسم أن يسود قومه فقالت ثكلته إن لم يسود إلا قومه وبالفعل ساد العرب والعجم رضي الله عنه أرضاه هي ربت ابنها على أن يكون قائدا وأنتم أنتم على ماذا ربيتم أبناءكم أما أخته فهي أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وأرضاه وأما أخوه فهو يزيد ابن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين وجمعانا معهم مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى اللهم آمين والآن مع حديث اليوم عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال سمات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عصى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس بتسأله وفي فرق بين الكفر والشرك لغويا في فرق الكفر هو الجهود بالحق زي ما واحد يشحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أما الشرك فهو صرف بعض العبادة لغير الله زي اللي بيستغيث بالأموات والأصنام لكن لا شك إن كل كافر مشرك وإن كل مشرك كافر والله أعلم لا شك أن من قتل مؤمنا متعمدا فقد ارتكب كبيرا من الكبائر ولا شك أيضا بأن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله هند بنت عدبة ظلمها كاتب التاريخ فهي لم تشارك في قتل سيد الشهداء سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه قتله الصحابي وحشي بن حرب ألحبشي بتحريد من سيده جبير بن مطعم ثقرا لمقتل عمه ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة كل الأحاديث الخاصة بهذا الشأن اللي ذكرت في كتب السيرة زي البداية والنهاية لإبن كثير هي أحاديث ضعيفة وذات سند مرسل وليست صحيحة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وآسف جدا على الإطالة ياريت كلنا نعمل شير للفيديو وياريت لو كلنا نعمل سبسكرايب ولايك وشير للصفحة على اليوتيوب ولو تزوروا صفحتنا على الفيسبوك كل يوم حديث هتلاقوا الرابط تحت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته